ما تزنموش أولادكم من نظرتكم وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علم الصبي معنى يعيش بي في أمان طول العمر ورسخ في قلبه حبه للحلاة يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك استمر وربنا هو عونك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف خليك ماشي في الحياة ما تخافش إزاي بقى نحفظ أولادنا من الخوف من أنهم يعيشوا نفس ما صير تجاربنا أول حاجة نربيهم على أصل من أصول الحياة أن التجارب مش بتتورس بالله عليكم لازم تفهموا أولادكم كده تجربتي مش بورسها لأولادي لأن حياتي علاقة خاصة بيني وبين الله أنا مش هورس تجربة أبويا ولا تجربة جدي ما حدش يورس مصير مصير تجربته لحد فمش عشان مثلا ماما وبابا اطلقوا يبقى بلاش أتجوز عشان أهرب من الطلاق كل تجربة بيمر بيها الإنسان هي تجربته الفريدة زي بصمة إيده ما فيش تجربة نسخة تانية من نسخة من أباهم المهم ناخد بأسباب الخروج من هذه التجربة إلى تجربة نجحة المهم لتجربةsilتين